مدرسة ألم الابتدائية وحسب الطلاب فإن وجود النازحين في مدرستهم هو سبب رئيسي للتأخير بدأت مدارس أخرى الدراسة منذ أسبوع لكن مدرستنا ما زالت مخلقة نحن ننتظر في الخارج لأن فصولنا الدراسية لا تزال مشغولة من قبل النازحين كنا متفائلين لبدء الدراسة لكننا لم نبدأ التعليم بعد خاصة في مدرسة ألم الابتدائية لم تبدأ الدراسة بعد ونأتي إلى هنا كل صباح على أمل أن نبدأ الدراسة لكن كل محاولاتنا تذهب سدى لقد جئنا إلى هنا اليوم وننتظر في الخارج ولكن يبدو أنه لا يوجد أمل فالمدرسة مشغولة بالنازحين تم تدمير كل شيء في المدرسة والمجمع بأكمله متسخ لم يكن كما كان من قبل يصر أطفال مدرسة ألم الابتدائية على الإدارة الإقليمية المؤقتة وغيرها من الجهات للعمل بشكل مشترك ويعادت النازحين إلى منازلهم ليبدأوا الدراسة قريبا يجب أن يعود النازحين إلى منازلهم لنعود نحن لصفوفنا أريد أن تكون مدرستي خالية من النازحين وأود أن نقول أنه يجب يعادة النازحين إلى ديارهم حتى نواصل تعليمنا إذا عاد النازحون إلى منازلهم فسيكون الطلاب قادرون على المواصلة فصولهم الدراسية ولكن استيناف التعليم أمر مستحيل في وجود النازحين في المدرسة كما عرب المعلمون في مدرسة ألم الابتدائية عن قلقهم بشأن تأخير استيناف التعليم في مدرستهم وأكدوا أن جميع أصحاب المصلحة يجب أن يجدوا حلولا للمشاكل الهائلة السائدة في المدرسة وأن يجعلوا من الممكن استيناف التعليم نحن نواجه مشاكل رهيبة لقد دمرت المدرسة يأتي الآباء عادة ويسألون عما إن كانت لدينا دفاتر وأقلام الرصاص والأقلام يقولون أنهم لا يستطيعون شراء مواد القرطاصية لإعطائه لأطفالهم لذا يجب على الحكومة والأثرياء التعاون والمساهمة في عادة المدرسة إلى ما كانت عليه قبل الحرب منصق نظام التعليم في مكتب التعليم في وردة هفتو قسسو يناشد أيضا جميع الجهات المعنية للمدرسة في حل المشاكل التي واجهتها أثناء الحرب سيكون رائعا إذا عملنا معا لحل المشكلة الحالية لذا يجب على كل وكالات الإغاثة والمؤسسات الخيرية أن تفهم مشكلتنا وتساهم في عادة تزويد مدارسنا بالمدخلات التعليمية اللازمة هناك العديد من الطلاب الذين ليس لديهم دفاتر تمارين ليس لدينا حتى التباشير مدرستنا فارغة أود أن أقول أنه يجب أن يكون هناك شرط تتحقق في هذه الأشياء ترجمة نانسي قنقر